إيران أفاق التغيير إيران حرة هو شعار المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية ومجاهدي خلق الذي ينعقد في باريس اللقاءات في اليوم الأول ركزت على سياسة الغرب اتجاه إيران حيث كانت الدعوة صريحة لضرورة تضافر الجهود الدولية والغربية لمساعدة الشعب الإيراني للتخلص من هذا النظام تريد الإدارة الأمريكية محاصرة النظام وهذا يسعدنا وأعتقد بأنه لا يجب علينا أن ننتظر من هذه الإدارة أو غيرها العمل لقلب النظام هذه ليست سياستها ونحن أيضا لا نريدها أن تفعل ذلك ما نطلبه هو عزل النظام أما الانقلاب عليه فنحن والشعب الإيراني من سيفعل ذلك دور الحرس الثور الإيراني وما يقوم به من تدخل إقليمي على مستوى المنطقة ولا سيما في لبنان من خلال حزب الله أو في سوريا أو مع حركة حماس وما تشكله من تهديد للسلام والاستقرار في المنطقة استحوذ على حيز كبير من النقاشات نحن لا نحبذ المواجهة العسكرية مع إيران لكن يجب استمرار العمل لعدم حصولها على السلاح النووي في ظل هذه الحكومة لهذا يجب العمل من أجل الإصلاح السياسي وتحقيق حياة لائقة للشعب الإيراني وهذا يقع على عتقنا كما يقع على عتق الشعب الإيراني الذي يبذل التضحيات من أجل قضية المحقة ونظر المواجهة قمع هذا النظام الحضور العربي كان لفتا من خلال الاتلاف الوطن السوري المعارض أو عبر وفود خليجية إضافة إلى شخصيات مستقلة جاءت تدعم تحرك المعارضة الإيرانية عبر توفير أرضية دعم واضح من الدول العربية وترسيخ علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية للتخلص من هذا النظام الإيراني جاء الوقت لتغير الولايات المتحدة الأمريكية وهي بدأت وأوروبا خاصة سياستها تجاه النظام الإيراني وهذا يعني كما قال كل الخبراء حتى الآن المسألة ليست مسألة عسكرية ليست مسألة مواجهة عسكرية المسألة أساسا بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية مساعدة المجتمع المدني الإيراني في مواجهة النظام الإيراني المؤتمر يستمر ثلاثة أيام ويركز في نقاشاته التالية على الدور الأوروبي وضرورة خروج أوروبا من الاتفاق النووي إضافة إلى التنسيق مع الدول العربية ولا سيما السعودية لما لها من دور محوري في المنطقة يقول المنظمون أنه ومع انتهاء هذا المؤتمر ستبدأ غفود ولجان بجولات على عواصم القرار ولسيما واشنطن وأوروبا لحثها على الانخراط أكثر في التخلص من هذا النظام وقيام إيران حرة توني شمي الحرة باريس